مساء الخير للجميع الواقع بداية اللازم نوضح ماذا يحدث في ضريبة الدخل والمبيعات سؤال دائما بانطرح من تحديث وتطوير وفرصة لأن الحديث يتناول زاوية واحدة لكن احنا بنحب يكون منطلق الشفافية كامل المشاريع والبرامج التي تتولى دائر الضريبة الدخل والمبيعات تنفيذها على ارض الواقع جميع اخواننا الصحفيين على الطلاع فيها حتى يتناولوها من البحث واذا في اي ملاحظات على هذه البرامج ستساعدنا في تطويرها برامج دائر الضريبة الدخل والمبيعات للتطوير والتحديث هي جاءت بداية في تغيير النهج في الدائرة وهذا النهج في التغيير ابتدأ من تغيير في نهج التدقيق حتى نحقق هدفين رئيسيين هدف يتعلق بكفاءة التدقيق نرفع كفاءة التدقيق وهدف ثاني نحقق العدالة بين المكلفين اذا ارجعنا للسنوات السابقة كان التدقيق يتم بتوزيع الملفات الضريبية على المكلفين فملفات قطاع الاتصالات وقطاع التعدين وقطاع البنوك تأمين بتكون بين ايدين موظفين مختلفين وكل موظف بيجتهد منفردا في تدقيق هذه الملفات انتقلنا الى الممارسات العالمية في تدقيق الملفات بحيث يتم التدقيق من خلال فرق للقطاعات بمعنى كل قطاع الاتصالات يدقق من فريق واحد كل قطاع البنوك يدقق من فريق واحد كل قطاع الصناعة وصناعات تعدينية من فريق وهكذا هذا مكننا منه فريق التدقيق بيكون متخصص في القطاع اللي بيدقق فيه وفي نفس الوقت بنحقق العدالة بين جميع الشركات اللي عاملة في نفس الوقت ايضا موضوع التضلم واختلاف المدققين مع المكلفين والمنابين الضريبيين لاقى اهتمام كبير بخططنا لانه كثير كان يراجعني مدققين حسابات ومنابين ضريبيين بيشكوا بين اجراءات الحجز وبيشكوا من العديد من الاجراءات اللي بتتناولها من خلال المدقين كان لابد من تغيير مفهوم الممارسي في الدائرة من مفهوم المقدر الضريبي اللي معاه سلطة واسعة من الاجتهاد الى مفهوم التدقيق الضريبي هذا اتطلب منا مراجعة التشريعات والانظمة والتعليمات والغاء كل ما يتعلق بمفهوم المقدر الضريبي بمعنى المقدر الضريبي كان معاه سلطة في الاجتهاد كان لابد من الغاء هذه السلطة في الاجتهاد حتى نضيق الفجوة والخلاف بين المدقق الضريبي وبين مدقق الحسابات او المنابط الضريبي عن الشركة ولما نقول مدقق ضريبي بنقول بمارس دوره من خلال معايير مهنية والاهم فيها اللي هو الانتقال في معادلة عبئة الاثبات يعني مع تغيير قاعدي من مدقق الى من مقدر الى مدقق ضريبي نقلنا عبئ الاثبات على المدقق شو بيعني هذا بيعني سابقا كان الشركة المنشأة الافراد يجب ان يقدم كافة المعززات لكل رقم موجود في اقرار الضريبي القانون ضريبة الدخل عكسنا المعادلة لانه بنعتمد على قانون مش بس بدي كافح التهرب الضريبي بدي عزز الثقة بين المكلف والمدقق حتى عزز هذه الثقة جميع ما يقدم المكلف من ارقام في اقرار الضريبي تعتبر صحيحة ما لم يتوفر لدى المدقق الضريبي بيانات بخلاف ذلك والمشرع في القانون نقل عبئ الاثبات على المدقق الضريبي بدلا من الشركة هذا بيعني انه بدقق وجميع الارقام اللي بين ايديك انت المدقق الضريبي مطلوب منك انت اذا عندك ما يثبت بخلاف ذلك تنادي المناب الضريبي تنادي مدقق الشركة وتقوله لا عندك ارقام بخلاف ما جاء ايضا موضوع التظلم الاداري التظلم الاداري كان سابقا بتم خلال المديريات نفسها اللي بتدقق فاذا اختلف المدقق الضريبي مع المنابئ الضريبي للشركة مع مندوب الشركة له حق صحيح بالتشريع له حق انه يتظلم بس كان يقدم طلب التظلم بنفس مدرية التدقيق فكانت مدرية التدقيق هي الحكم والخصم في نفس الوقت لتعزيز دور التظلم الاداري واستقلاليته نقلنا كل هيئات الاعتراض اللي ممكن يتظلم اداريا فيها المكلف الى مدرية القضايا الضريبي واصبحت مستقلة عن مدرية التدقيق اصبح الاعتراض او التظلم الاداري مستقل عن التدقيق الضريبي هذا يعني هذا يعني انه اي مكلف بيختلف هو المدقق حقه انه اما يقبل اذا شعر الاقرار اتفقه المدقق بيكتب موافق واذا ما اتفقه المدقق بيكتب غير موافق وله حق التظلم يقدم طلب اعتراض على قرار المدقق الضريبي لدى هيئات الاعتراض والواقع احنا زي ما ذكرت بنحاول في كل اجراءاتنا نبسط ونسهل على المكلفين اجراءات التظلم مباشرة مع فصل هيئات الاعتراض لدى مدرية القضايا اوجدنا الكترونيا طلب الاعتراض بمعنى لا يشترط لحتى يقدم اعتراض ويجأ لدائر الضريبي بتخلي مبعات او اي مدريات اصبح بامكان اي مكلف يقدم اعتراض على تقرير المدقق من خلال الموقع الالكتروني للدائرة هذا بالاضافة للعديد من الخدمات اللي كانت تطلب من المكلف او المناب عنه اراجع الدائرة مثل حصول على براءة الدم مثل الحصول على طلب التسوية الحصول على البيانات والمعلومات الحصول على اقراره كل اتها كان الطلب لازم يراجع الدائرة كل اتها انتقلنا الى تقديم هذه الخدمات الالكترونية الموضوع الحجز الواقع موضوع الحجز كمان ايضا طال نصيب في التبسيط على المكلفين من خلال لا يتم اجراءات الحجز على المكلف الا بعد الا بعد ايصال اشعار للمكلف وتأمين اتصال هاتفي مع المكلف او منابو ضريبي وعدلنا النظام البرمج برامج الدائرة بحيث لا يتم السير في اجراءات الحجز الا بعد التأكد من انه صدر اشعار للمكلف حسب العنوان اللي مقدم للدائرة وتم الاتصال الهاتفي مع المكلف ايضا حتى نعزز الثقة بين المكلف وبين الدائرة رحنا الى مدونة سلوك وظيفي خاصة بموظفين دائرة ضد دخل والواقع في كثير من اخواننا ما بيعرفوا انه موظف الضريبي القيود والشروط والضوابط اللي بتحكم واثناء عمله هي تزيد عن اي دائرة اخرى لانه طبيعة مهنته مثلا السرية التامة في المعلومات واذا بنرجع لمدونة السلوك الوظيفي عشان احنا نريح المكلفين السرية تامة بالمعلومات والبيانات ليس فقط خلال عمله بوقع الموظف موظفين الضريبي موقعين على مدونة السلوك الموظيفي هذه المدونة بتلزم الموظف بعد ما ينهي عمله من الدائرة يوجب عليه محافظة على كافة المعلومات والبيانات اللي طلع عليها خلال ممارسة له عمله كمدقق ضريبي ايضا هذه المدونة تلزم الموظف يحافظ على العدالة الضريبية اثناء عمله واذا فيه تضارب للمصالح يجب ان يتم التبليغ عنها ايضا هذه المدونة السلوك الوظيفي فيه جزء منها بتعلق بالمكلفين والشركات وبتعطي حق تقديم اي معلومات وتعرض لأي ظلم او اي معلومات لدائرة والدائرة بتأخذ الاجراءات اللازمة بمتابعة المكلفين كمان كان لابد مثل ما كنا نقول انه التشريع عطانا المكني والاطار التشريعي والادوات التي تمكنها من متابعة المخالفات الضريبية متابعة المتهربين ضريبيا متابعة كل حالات مخالفة التشريعات الضريبية ايضا كان لابد الا اجراءات الدائرة وبرامج التطوير والتحديث يكون جنبا الى جنب وبشكل متوازن ان تحسن في الخدمات المقدمة الى المكلفين الملتزمين ضريبيا يعني بنفس الوقت اللي بنتابع المخالفين ضريبيا بدنا نحسن الخدمات للمكلفين الملتزمين ضريبيا ورحنا في اكثر من برنامج واحد من اهم البرامج اللي في الدائرة موضوع الانضمام لعضوية القائمة الذهبية والواقع هذه تعتمد على السيرة الضريبية للشركة او المنشأة لمدة خمس سنوات اذا خلال خمس سنوات ملتزم بتقديم اقرارات ضريبية ملتزم بدفع ضريبة ما في عليه اي مخالفات ضريبية او قضايا ضريبية ولا قضايا جمهوركية يستطيع من خلال موقع الدائرة يتقدم بطلب الكتروني الانضمام الانضمام الى العضوية والبتم الكترونيا ومن خلال لجنة مختصة بمتابعة التأكد من توفر الشروط وفي حال تحققت هذه الشروط يحصل على مزايا اهم هذه المزايا واحد من اكبر الهموم موضوع الرديات الضريبية احنا اعملنا مسح وجلسنا مع القطاعات انا وزملائي في الدائرة جلسنا مع القطاعات الاقتصادية الصناعية والتجارية وشفنا شو الخدمات اللي بتطلعوا الها تتحسن في دائرة الضريب تدخلهم بعاد شو الخدمات اللي بيطمحوا انه يطلبوها ويحققوها وجدنا واحدة منها الرديات الضريبية وجدنا تأجيل على المستوردات سرعة تدقيق اقرارات الضريبة سرعة حصولهم على التزاماتهم استحققاتهم في الوزارات والدوائر وعدم تأخيرها في سبيل الحصول على براءة الدم الضريبية فرحنا في عضوية القائمة الذهبية اي شركة بتحصل على عضوية القائمة الذهبية تحصل على تحسين وسرعة في الخدمات الضريبية واللي هي من اهمها سرعة في الحصول على الرديات وسرعة في تأجيل دفع الضريبة على مستورداتها واعتبار عضويتها في القائمة الذهبية بمثابة براءة الدم وفعلا وزير المالي اصدر تعميم لكافة الوزارات والدوائر انه يا وزارات دوائر اي شركة او مؤسسة الها استحقاقات ومبالغ لديكم وتكون هذه الشركة مدرجة على موقع دائر الدخل ومبيعات ضمن القائمة الذهبية تعتبر هذه العضوية بمثابة براءة الذمة الضريبية وبالتالي لا يطلب منها الحصول على براءة الذمة الضريبية ايضا اذا الشركة ضمن القائمة الضهبية ضمن عينة التدقيق ستعطى اولوية في التدقيق وبالتالي سرعة الحصول على براءة الذمة الضريبية الواقع هذا ما يتعلق بتحسين الخدمات للمكلفين الملتزمين ايضا في جزء كبير من برامج الدائرة في تحقيق العدالة الضريبية واحدة منها الانتقال من مفهوم التدقيق بصورة فردية للملفات الى فرق العمل للقطاعات واثنين موضوع اختيار واسس عينة التدقيق اسس عينة التدقيق الضريبي الواقع كانت سابقا في جزء من الشركات كل سنة يتدقق وما يدخل في عينة التدقيق الممارسات العالمية ان تدخل كل الملفات الضريبية ضمن عينة التدقيق وهذا ما يتم الآن ضمن قائمة هذه عينة التدقيق رايحين في الممارسات العالمية وفي نفس الوقت بتحقق العدالة وبتحقق كفاءة في التدقيق والارقام اللي ذكرها معالي الوزير هي للنص الاول من هذا العام هي بتعكس نتيجة التغيير في منهجية الدائرة في التدقيق والتفتيش الضريبي بمعنى احنا بنحكي خلال هذا النص الاول من هذا العام تم تحقيق نتيجة الفروقات الضريبية من التدقيق والتفتيش الضريبي 371 مليون دينار وطبعا هذه في السنوات اللي تم تدقيقها زي ما ذكر معلي لسه ملفات مفتوحة وشغالين زائد طبعا في شركات لغاية اللحظة بتم عملية متابعة بياناتها ومعالجة بياناتها لانه احنا في الدائرة رايحين بداية بالتدقيق الضريبي واذا امكن حصر الفروقات الضريبية من التدقيق الضريبي بتم اذا ما ما امكنش بالروح للتفتيش وزي ما ذكر معالي موضوع تعديل الاقرارات الضريبية موضوع كثير مهم احنا في قانون ضريبي المادي 27 من قانون ضريبي بتنص صراحة عن حق المكلف في تعديل الاقرار الضريبي وهون لازم نشكر الشركات والمنشآت اللي بادرت يعني واضح انه في عدد من الشركات بادرت الى تعديل اقراراتها الضريبية لانه المشرع بيعطي المكلف الحق انه يعدل اقرار الضريبي بدون ما يلاحق ضريبيا بتهرب ضريبي او مخالفات ضريبية وبالتالي طالما انتهى ملفك الضريبي لم يقدم مذكر التفتيش ضريبي ولم يتم زيارتك من فرق التفتيش الضريبي حق للمكلف انه يعدل اقراره بالتالي هنا دور هاي الشركات انها تراجع اقراراتها فاذا كان اي من الدوائر المالية في هذه الشركات اخطأ في تقديم اقرار ضريبي ممكن يعدل اقرار ضريبي ودورنا نشكر هاي الشركات اللي ايضا تعاونت معنا وبادرت الى مراجعة الدارة وتعديل اقراراتها ضريبية وابدت انه في بعض مصادر للدخول ما كانت مصرح عنها تم التصريح عنها ناسينا بالخطأ وفي بعض الشركات في نفقات مدرج لسنوات ما بتخص سنوات الاقرار الضريبي بهمنا في الاخير انه دائرة ضريبية بتطبق تشريعات ضريبية وبمراسات عالمية بنهج بيعتمد على معايير مهنية في التدقيق الضريبي وليس التقدير وليس التقدير دورنا نحسد الخدمات لكل المكلفين الملتزمين المكلف الملتزم احنا خدمينه لازم نصله وما يبدل اي جهد في قيامه وبواجبه بدفع الضريب اللي عليه والمخالف ضريبيا الان فيه عندنا برامج بتعالج البيانات والمعلومات وبتطلع لنا مصادر وين فيه مخاطر عالية وين فيه بيانات واقرارات ضريبية يجب ان يتم تدقيقها لحصر هاي الفروقات وهذا جهد يعني ان شاء الله رح نظل مستمرين فيه بهمنا انه التهرب الضريبي وايضا التجنب الضريبي لانه ايضا تشريعنا عالج كثير من الثغرات اللي كانت موجودة بالتشريعات وبتجعل المكلفين بعض المكلفين الجنب ضريبيا نخفض التهرب الضريبي الى ادنى حد ممكن لانه كل خطط الحكومة برفع كفاءة التحصيل ومعايش تهرب الضريبي مش زيادة الضرائب او تعديل اي ضرائب جديدة بدي اترك انتهي من حديثي ونترك المجال لكم اشتركوا في القناة